السلام عليكم أعزائي ومشاهدين أهلا بكم في فيديو جديد هنا على القناة من غير مونتاج دلوقتي إحنا نتكلم على فيلم بلاك بانتر من غير أي حال عشان فعلا فعلا فيلم زي ده من مارفل الواحد لازم يتكلم عليه ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو تأكد أنتم مشتركين في القناة ومشغلين كل التنبيات شناولا ما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول مبدئيا أن أنت ما ينفعش تتكلم على الفيلم ده خالص ما ينفعش تقرب منه حتى إلا لما تذكر الحاجات الأحداث اللي حصلت في العالم الحقيقي قبل ما يتم عمل الفيلم ده وهي وفاة الممثل شادوك بوزمين شادوك بوزمين كان بيعمل دور بلاك بانتر في عالم مارفل السينمائي مات في العالم الحقيقي تحت ظروف جدا غامضة ما كانش في حد عارف إيه اللي بيحصل فعلا ولكنه توفى وطبعا حصل نقاشات كثيرة في مارفل هيعمله إيه مع الشخصية بتاعة بلاك بانتر هل يجيبوا ممثل تاني يعمل دور الشخصية دي هل يلغوا الأفلام بتاعة بلاك بانتر بعد كده وما عملوش أفلام بلاك بانتر تاني ممكنش عارفين يعملوا إيه لحد لما رايان كوجلر المخرج بتاع فيلم بلاك بانتر قعد مع كابن فاجي وكان القرار هم هو أن هم يكملوا الأفلام بتاعة بلاك بانتر ويذكروا حتة إن شادوك بوزمين مات بطريقة إن يخله الشخصية بتاعة تتشالا اللي هو كان بيعمل شخصية بلاك بانتر هي كمان تموت في الأفلام والفيلم بتاع بلاك بانتر ووكاندا فوريفر ده من الآخر إنت ممكن تبصله على إنه زي ما نقول كده إيه تريبيوت أو رسالة حب واحترام كده لشادوك بوزمين اللي عمل دور بلاك بانتر واللي مش هيجي بلاك بانتر أحسن منه فأيوة الظروف اللي حصلت في العالم الحقيقة أثرت على الفيلم ذات نفسه فإيه هي بقى القصة بتاعة الفيلم من الآخر الفيلم ده هو آخر فيلم في المرحلة الرابعة لمارفل اللي لما نرجع وارك كده ونبص على المرحلة الرابعة بتاعة مارفل هي كانت عن الحزن عن الحاجات الصعبة اللي بتحصل للواحد بعد حدث كبير محزن الحدث كبير المحزن أكيد هو البلب اللي حصلت في أفانجرز انفينيتي وور كل الأفلام والمسلسلات بتاعة المرحلة الرابعة بتعالج الموضوع ده وفيلم بلاك بانتر وكانتر فريفر هو آخر فيلم في المرحلة دي وهو بصراحة أقوى عمل حصل لعالج الموضوع ده لأن احنا بنتعامل مع فقدان شخصية البلاك بانتر ومين الشخص اللي في نص الطريق كده اللي بيتعامل مع الحاجات الصعبة اللي حصلت في حياتها تشوري تشوري هي أخت تتشالا واللي بتعمل دورها لتيشا وايت تشوري دلوقتي عليها ضغط كبير لأن هي كانت تقدر تساعد أخوها بلاك بانتر في فيلم مفروض ده اللي احنا مفروض نفهمه ولكن هي ما قدرتش وهو فقدت أخوها ودلوقتي جاء عليها عبء من البلد بتاعتها وأمها في الفيلم عليها دور كبير هي كمان لأن هي بتحمي البلد بتاعت واكاندا وفي نص الدوشة ودلوقتي فيه سياسات كتيرة لأن دلوقتي العالم كله فاكر أن علشان البلاك بانتر مات فاحنا ممكن ندخل بقى جوه واكاندا دي ونقلب البلد دي نستغل لها اقتصادية ناخد الفيبرينيام ده اللي هو الشيء اللي لا يقدر بثمن ونستخدمه نعمل به أسلحة احنا كمان ولكن لا أمة تشاله وقفة وصاد العالم وتقول لهم احنا عارفين انتوا عايزين تعملوا ايه وكلام ده مش هيكل علينا وشوري من خلف الكواليس برضو بتحاول ان هي تدور على حاجة تقدر تسامح نفسها بيه على الحاجة اللي هي تقدر تعملها ولكن ما قدرتش تعملها لان هي تنقذ أخوها وفي نص الدوشة دي شرير جديد يطلع مش شرير جديد بل عالم جديد ينكشف لنا احنا ما كناش عارفين ان هو موجود تدخل شخصية نيمور اللي ايوة تم عرضها في الاعلانات فده ما يعتبرش حرق يعني شخصية نيمور الملك بتاع المملكة اللي تحت المية اللي هي ما اسمهاش اطلانتس في الفيلم ولكن انا هقولها اللي هي اطلانتس عشان اسمها التاني صعب جدا الواحد يفتكره حتى الاسم بتاع نيمور في الفيلم يعني اسمه كون كان كان مش عارف انت اسمه ازاي ولكن ايوة دي الشخصية جديدة اللي بتطلع ونكتشف أن المملكة اللي تحت المية دي هي زي ما تقولوا إيه نسخة تانية من واكاندا ولكن تحت المية وما فيش حد في العالم يعرف عنها ومن الآخر الفيلن ده بيقول لهم إنتوا هتكونوا حلفاء معانا ضد العالم اللي تحت اللي فوق المية ولا لأ ده ومش هتكونوا معانا بالحب إذن فهي الحرب لو هتكونوا معانا بالحب إذن فيلا نعلن الحرب على العالم اللي بره اللي عاوز إيه يجيب لنا الصداع نبدأياً القصة حلوة القصة جامدة الفيلين جداً جداً محترم والرحلة بتاع تشوري اللي بتمر بيها في الفيلم ده لحد لما توصل للآخر وتكون الحامي الجديد لواكاندا عجبتني جداً بس أول حاجة بتلاحظها بعد من الفيلم بيبي خلاص كده كأن الفيلم طويل حبتين يعني إحنا وانا قاعد وصرج على الفيلم كده زي ما تقولوا إيه أنا حسيت أن احنا خلاص قربنا نوصل على نهاية الفيلم ومرة واحدة لقيت الفيلم وقف وجيت استراحة يا لهوي ده كده نصف الفيلم بس فأيوة الفيلم المدة بتاعته تحساها قريبة من المدة بتاعت أفلام أفينجرز بعد كده تلم تفكر تاني أساساً الفيلم ده بيحاول يعامل نفسه على أنه فيلم أفينجرز لأنه فيه شخصيات كتيرة فيه كذا بلوت بتتحكي فيه عندك البلوت بتاعت البلدان التانية والحاجات المكائد اللي بيحاولوا ينصبوها لواكاندا فيه عندك القصة الكاملة بتاعت تشوري وأن هي بتنضج وبتبقى الحامي بتاع واكاندا وهل هتعرف تبقى البلاك بانتر ولا لأ وفيه الرحلة بتاعتها برضو مع الإيمان هي أصلاً ما بتؤمنش بالخزعبلات اللي موجودة في واكاندا وما بتؤمنش بباست الإله بتاع البلاك بانتر والكلام ده فهي برضو عندها رحلة في الجو ده عندك رحلة السياسات الموجودة جوا واكاندا مع إمباكو والقبائل التانية اللي في واكاندا لأن هما هيعملوا إيه دلوقتي بعد موت تشوالا وهيتعاملوا إزاي مع العالم فأيوة هما بيرموا حاجات كتيرة هنا وهناك بس أنا شايف أن القلب والروح بتاع الفيلم هي الرحلة بتاعت تشوري وبصراحة أنا أكتر واحد وهو يعني ناقد لمارفل وأكتر واحد حاقد على مارفل وأكتر واحد بيقول لما مارفل تعمل حاجة وحشة بس أنا شتريت تشوري إنها تكون تقدر تمسك فيلم كامل بنفسها وفي حاجة أنا سيتأتكلم عليها كمان الميجافن أو يعني الشيء اللي بيحرك الحبكة بتاعت الفيلم الشخصية بتاعت ريري حاجة اللي هي آيرون هارت شخصية جديدة في عالم مارفل السينمائي تم تقدمها وهي جدا 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 مهمة في الفيلم ده يعني أنت تقدر تعامل شخصية آيرون هارت في فيلم واكاندا فوريفر نفس معاملة أمريكا تشوفيس في فيلم مولتفيرس أوف مادنس اللي هي شخصية جديدة بيتم تقدمها والشخصية دي هي اللي بتخلي فيه فيلم أساسا لأن الشخصية دي عملت شيء بتقدر تعمل شيء فمن غير الشيء اللي هي بتعمله ده ومن غير الناس اللي بيجروا وراها مش هيكون عندنا كونفليكت أساسا مش هيكون عندنا صراع أساسا ما بين الطرفين بدي حاجة زيادة يعني زودت من الزحمة اللي موجودة في الفيلم بلس أنه برضو كان فيه حاجات اللي هي بتعمل سيت أب لحاجات مستقبلية مشاريع مستقبلية لمارفل فيعني برضو دي ما عجبتنيش قوي أن يكون فيه زحمة في فيلم زي ده لأن الفيلم قريدي كان بيحي قصة جدا جدا خرافية وكامل تحياتي للمخرج رايان كوجلر اللي أصلا العبء اللي كان عليه أن هو يعمل فيلم لبلاك بانتر والشخص اللي عمل الضور بتاع بلاك بانتر مات ومش هينفع يعمله ريكاستنج للموضوع ففي ناس الوقت ولازم يعمل سيكويل حلو ولازم يعمل فيلم حلو كوميك بوك العالم مارفل ولازم يعمل فيلم يحترم بيه الشخصية بتاع بلاك بانتر ويحترم بيه الممثل اللي كان بيعمل الشخصية دي وأنا شايف أنه النجح في كل الأماكن ما عدا كان موقعة هنا وهناك الفيلم آمن أن أنت ترح تفرج عليه مع عيالك الصغيرين ما فيش الحاجات الديزني المارفلية اللي بتعمل وجع دماغ في الأوقات اللي فات دي بالكلم عمل اللي فات لأ عادي جدا الفيلم جميل فيه أكشن حلو فيه قصة حلوة فيه عواطف كتيرة فيه أوقات أنت ممكن تحس أن أنت عايز تعيط في الفيلم لأن كل حاجة والحاجة اللي بفعلا أن أنا أخدت بالي منها بعد ما خلصت الفيلم أن أوكي على فكرة أنت مش لازم تكون متفرج على كل الأعمال بتاعة عالم مارفل السينمائي عشان تفهم كل حاجة في الفيلم ده لا أنت لو بس متفرج على فيلم بلاك بانتر أنت ممكن على طول تخلص فيلم بلاك بانتر تفرج على فيلم بلاك بانتر واكاندا فوريفر لما فيش رفرنس هات كتير رفرنس كده هول الحاجات لها دعوة بالمساسلات اللي تعملت لا 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 فيلم مقفول على بعضه وبيحكي القصة بتاعة واكاندا وإنت عشان تفهم القصة بتاعة واكاندا لازم تكون متفرج بس على فيلم بلاك بانتر لو انت يعني عايز تزود من الفهم بتاع الفيلم ممكن نقولك انت تفرج على فيلم كابتن امريكا السيفل وور وفيلم بلاك بانتر اكيد وفيلم انفينيتي وور بس انت لو معاك تلات افلام دول هتفهم تقريبا كل حاجة في فيلم بلاك بانتر تحياتي للمخرج راين كوجلر ان هم يقدروا يعملوا الفيلم ده اللي فيه رسالة حب لروح شادويك بوزمن برضو تحياتي وفيه بوست كرادت سين موجود في الفيلم ده لازم تتفرجوا عليه لانه هو جدا 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 مهم فايوا لو هندي تقييم لفيلم بلاك بانتر بصراحة انا عجبني الفيلم جدا ممكن اقول اكتر حاجة دايقتني في الفيلم انه ما كانش فيه اكشن زيادة معين راين كوجلر عمل اكشن حلو فيلم بلاك بانتر الاساسي فكت استنى اكشن زيادة من فيلم زي ده ووست ده هو الريفيو من غير حرق الفيلم بلاك بانتر هنديله ممكن نقول تمانية من عشرة واخدوا بالكم برضو ان انا لسه متفرج على الفيلم فريش فممكن التقييم ده ينزل مع الوقت بس الوقت الحالي هو تمانية من عشرة جدا جدا محترم